تكبير تكبير لكن هناك أحدا بعده يرشد هذا العالم الضال والمسيح قالوا أنه الله هذا سؤال جيد جدا لكن عندما رأيت الأخوات تشجع أشهد الله إله إلا لا وأشهد أن محمدا أبده أبدول ورسوله أعتقد أننا سنغير فترة الأسئلة إلى فترة الشهادة أنا أعرف الكثير عن الإسلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين تفضلي يا أختي اسمك ومهنتك وسؤالك اسمي بريا أولا أود أن أشكرك على فتح عيني على مدى أهمية عدم اتباع أي دين بشكل أعمى وعندي أسئلة حول ما يجب علي اتباعه وما لا يجب اتباعه بشكل أعمى لذا سؤالي هو لماذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأخير ولم يكن هناك أحدا بعده يرشد هذا العالم الضال سألت الأخت سؤالا جيدا لماذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأخير ولماذا لن يأتي بعده رسول آخر هذا سؤال جيد جدا والناس يسألونني أيضا لماذا لم يكن النبي محمد هو الرسول الأول ولماذا لم ينزل القرآن أولا والسؤالين وجهين لعملة واحدة كلاهما صحيح مثل ابني يقول أريد أن أصبح طبيبا لماذا يا أبي لا تدخلني إلى كلية الطب مباشرة فأجبته ابني عليك أولا أن تذهب إلى الابتداء ثم الإعداد ثم الثانوي ثم تلتحق بكلية الطب تدريجيا فالله سبحانه وتعالى هو خالقنا هو أعلم بالإنسان وهو أعلم متى تكون الرسالة النهائية ويعلم متى يمكن للبشر أن يستوعبوا هذه الرسالة فبدأ بها بالتدريج كما كنا نتعلم في المدارس واحد اثنان ثلاثة ثم الجمع والطرح بعد ذلك الضرب وثم القسمة تدريجيا ثم نتطور والله تعالى أعلم بالبشر لذلك أولا أعطاه من رسالة بسيطة ومن ثم اعتمدت على التطور الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن قبل 1400 عام كان هو الوقت المناسب لاستيعاب البشر القرآن ولكن جمال القرآن هو أن الله يعلم أن الإنسان سوف يتطور أكثر ولكن الحد الأدنى من متطلبات تلقي القرآن كان قبل 1400 عام فكانت الرسالة الأخيرة هي القرآن والرسول الأخير هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في السورة الخامسة سورة المائدة الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكانت هذه آخر آية نزلت فقد خاطبنا الله وقال أن الدين اليوم اكتمل وقد رضي بالإسلام لنا دينا والآن بعد أن أكمل الله عز وجل الدين لا جديد يمكن أن يضاف إليه ولا شيء يمكن أن يطرح منه إذا أضيف شيئا لأي شيء هذا يعني أن الشيء السابق لم يكتمل فأكمل الله لنا الدين بإنزاله للقرآن وإرساله للنبي محمد ومذكور هذا في سورة الأحزاب السورة الثالثة والثلاثون الآية الأربعون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمة لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أبا البشر بل هو رسول الله ولا يوجد بعده رسل والآن ماذا نفعل يستمر البشر في التطور ومع تطور العلم بيتنا نفهم القرآن أكثر وأكثر ولكن الرسالة نفسها لأن الرسالة لن تتغير فالرسالة موجودة ولا تحتاج إلى رسول فالله يقول للمسلمين أن واجبكم هو تبليغ الرسالة لذا فإن العلماء والأشخاص ذو المعرفة الممتازة من المسلمين هم حاملوا الشعلة وعليهم تبليغ هذه الرسالة للناس حتى يفهموها لذلك فمن واجبنا أن نذهب إلى أجزاء مختلفة من العالم ونبلغ الرسالة فلا يمكن لأحد أن يقول أن الرسالة لم تصل إلينا والآن بما أن الرسالة الأخيرة وصلت إلينا فإن الله يعطينا فترة زمنية لا نعرفها هناك فترة زمنية حتى ينتهي العالم لا نعرفها لكن الله يعلمها متى سينتهي العالم لا أحد يعرف سوى الله ولكن هناك علامات لنهاية العالم في الأحاديث في الأحاديث الشريفة هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى وأول علامة من العلامات الصغرى هي مجيء الرسول الأخير محمد صلى الله عليه وسلم العالم سينتهي متى الله أعلم؟ ربما مئة سنة؟ ربما مئتان؟ ربما عشرة آلاف؟ لا نعرف لكن العلامة الأولى كانت قدوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لن يكون هناك رسول جديد لأن الرسالة الأخيرة والنهائية موجودة ولن يكون بعدها رسالة أخيرة ولا رسول جديد وسيدنا محمد لم يبعث فقط للأمة العربية هو بعث للبشرية جمعاء لذلك هو في أعلى مكانة بين الأنبياء فالإجابة على سؤالك يا أختي لماذا لا يأتي رسول إلى هذا العالم؟ لأن الرسالة موجودة وهي تسير وبقوة أتمنى أني قد أجبت على سؤالك أختي هل تؤمنين بوجود إله واحد؟ نعم أؤمن هل تؤمنين بالنبي محمد؟ نعم أؤمن هل تؤمنين أن عبادة غير الله خاطئة؟ نعم بالتأكيد ما شاء الله أنت تؤمنين إذا كنتي تؤمنين أن هناك إله واحد وتؤمنين أنه يستحق العبادة وتؤمنين أن النبي محمد هو رسول الله فأنتي طبقا للإسلام مسلمة أختي هل ترغبين بنطق الشهادة؟ هل تودين أن تقوليها باللغة العربية؟ هذه دموع الفرح يا أختي هل ترغبين بالدخول إلى الإسلام؟ وفقا لي بالفعل أنت مسلمة هل ترغبين في إعلان ذلك؟ نعم نعم ما شاء الله أختي هل يجبرك أحد؟ لا أنت تفعلينها بمحض إرادتك نعم وأنا أقول ذلك لأنك سمعت محاضرتي ويبدو أن لديك معرفة كبيرة بالإسلام ما شاء الله يا أختي سأقولها بالعربية وأنت ردد ورائي أشهد الله إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أبده ورسوله تكبير تكبير ما شاء الله يا أختي أدعو الله أن يدخلك جنة الفردوس لقد اتخذت خطوة جريئة وأدعو الله لك بالهداية أكثر وأكثر ولقد اكتسبت بالفعل الكثير من المعرفة وأتمنى أن ترشدي عائلتك للإسلام وأن ترشدي أصدقائك وأقاربك للإسلام لدينا أخت تريد السؤال تفضلي يا أختي اسمك ومهنتك هي لا تريد أن تسأل هي تريد أن تنطق الشهادة ما شاء الله مرحبا بك يا أختي ما شاء الله يا أختي هذه دموع السعادة أختي لو سمحت اسمك ومهنتك وبلدك أختي هل تؤمنين بوجود إله واحد نعم أؤمن هل تؤمنين بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء نعم أؤمن أختي للدخول للإسلام هناك معيارين الأول أنه لا يوجد إله يستحق العبادة إلا الله والمعيار الثاني هو الإمام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك تستمرين في العبادة الحجاب والصلاة والأمور الأخرى لكن أهم شيء للدخول في الإسلام قبول هذين المعيارين أختي هل يجبرك أحد على الدخول في الإسلام لا هل تفعلين ذلك بمحض إرادتك نعم إذن سأقولها بالعربية وأنت رددي ورائي حسنا ما شاء الله أصبحت مسلمة الأخوة والأخوات هنا فرحين والكل هنا سعداء خمسة آلاف شخص هنا سعداء وأنا من ضمنهم وذلك من أجل انضمامك لعائلة الإسلام وأدعو الله عز وجل أن يدخلك جنة الفردوس وبمجرد دخولك لإسلام يا أختي فإن كل ذنوبك السابقة تمحى دكتور ذاكر لدينا ست فتيات يريدون دخول الإسلام أرجو من الجميع التكبير فليتقدموا الأخوات ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله لدينا ست أخوات يريدون الدخول في الإسلام أخواتي هل يمكن أن تذكروا أسماءكم ومن أي دولة مساء الخير للجميع أنا جاليكا وأنا من الفلبين ما شاء الله السلام عليكم مساء الخير للجميع أنا جودي من الفلبين ما شاء الله مساء الخير أنا جوري من الفلبين ما شاء الله مساء الخير أنا جوهانيز من الفلبين ما شاء الله السلام عليكم مساء الخير أنا سيلين من الفلبين ما شاء الله مرحبا أنا سوسيل من كوبا شكرا هل تقبلون الإسلام بمحض إرادتكم جميعكم هل يجبركم أحدا على دخول الإسلام لأن في الإسلام لا يمكن أن نجبر أحدا للدخول في الإسلام يجب أن يفعلها بمحض إرادته لذا سأقولها باللغة العربية إن شاء الله وأنتم سترددوا ورائي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد أبده ورسله تكبير تكبير ما شاء الله ما شاء الله أخواتي لقد أصبحتنا مسلمات وأهلا بكم في عائلة الإسلام التي تبلغ مليارا مسلم ما شاء الله ما شاء الله الجميع هنا فرحون وإن شاء الله لكم الثواب جميعا أخواتي هل تريد أي واحدة من كنا أن تضيف شيئا القليل من الكلمات ما شاء الله جزاق الله شكرا تكبير تفضلي يا أختي أنا ولدت كاثوليكية وعادة ما يسألني أصدقائي عن سبب تعلقي بالإسلام وهم يعتقدون أنني قريبة من الإسلام لأنني أريد الزواد وحتى أني سئلت عن ذلك في صباحي هذا اليوم لذا فأنا أريد أن أتكلم عن هذا الأمر هنا كنت أقرأ الكتاب المقدس عندما كان عمري 12 عاما والمسيح قالوا أنه الله ولكن عندما كبرت علمت أن هناك إلها واحد وهو الله والآن أنا أقبل الإسلام وها أنا هنا ماشاء الله ماشاء الله جزاك الله خيرا وأعانك على هداية الآخرين ومرحبا بك في عائلة الإسلام وجزاك الله جنة الفردوس يا أختي نعم الأخت التالية ما هو سؤالك مساء الخير للجميع أنا خائفة وخجولة الآن ولكن عندما رأيت الأخوات تشجعت نعم يا أختي تفضلي أهلا بك أنا أريد فقط أن أسأل لأنني كنت كاثوليكية أختي ما هو اسمك أنا آنجي من الفلبين وأنا من الكاثوليك كنت أذهب إلى الكنيسة لم أشعر بالسعادة أقول بيني وبين نفسي لماذا لا أعتنق الإسلام لذا فأنا هنا لكن أولا لا أعرف من أين أبدأ وماذا أفعل أولا أختي هل نطقت الشهادة قبل قليل لا ما شاء الله أنت جديدة نعم أختي هل تريدين أن تدخل الإسلام نعم هل تؤمنين بأن هناك إله واحد نعم هل تؤمنين أن عيسى ليس هو الله نعم أؤمن أن عيسى ليس إلها تؤمنين أنه ليس إله نعم نعم هو ليس إله هل تؤمنين أن محمد هو رسول الله نعم أؤمن هل يجبرك أي أحد على قبول الإسلام لا أنت تفعلين ذلك بمحض إرادتك هل تقبلين الإسلام بإرادتك الحرة أقصد بدون أي ضغوط أقصد بمفردك لا أحد أنا جئت هنا بإرادتي ما شاء الله ما شاء الله إذن لا أحد يجبرك على دخول الإسلام ما شاء الله سأقول الشهادة بالعربية وأنت رددي ورائي يا أختي سأقولها بالعربية أشهد 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 ألا الله إله إلا 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 وأشهد وأسهد أن أن محمدا محمدا أبدو أبدو ورسوله رسوله تكبير 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 ما شاء الله يا أختي أدعو الله أن يدخلك إلى جنة الفردوس وعند دخولك الإسلام كل ذنوبك السابقة تمحى وأدعو الله أن يساعدك في توجيه الآخرين ما شاء الله أنها دموع السعادة وعليك أن تحمد الله لتقديره لك بالقدوم إلى عمان والعمل ولقد أتيتي هنا من أجل العمل من أجل الدنيا وعمان كانت سببا في هدايتك للآخرة وأدعو الله أن يساعدك في توجيه أفراد عائلتك وأقاربك وأصدقائك أختي هل ترغبين في وصف شيء في حياتك عندما كنت في بلدي كنت أشعر بالدوار لأن المسيحيين لديهم الكثير من الطوائف لم أتحدث بشكل جيد معهم ولكني كنت أشعر أنني غير مرتاحة ولا أحد يرشدني لأنه لم يعد لدي أهل بعد الآن لقد توفيت عائلتي منذ زمن طويل وليس لدي إخوة وأخوات وشكرا نعم ما شاء الله لم يهديك أحد الله هو الهادي هداك الله إلى عمان والحمد لله وإن شاء الله ندعو الله أن تكوني في جنة الفردوس يا أختي إن شاء الله سوف تكونين بين أخواتك في عائلة الإسلام شكرا يا أختي شكرا مساء الخير أنا ماريا لازاكا وأنا من الفلبين وأنا هنا في عمان منذ أربع سنوات وأتيت إلى هنا الليلة لأني أريد أن أصبح مسلمة ولا أحد يجبرني لأنني أحببت أن أفعل ذلك أنا أعرف الكثير عن الإسلام وقد استمعت للقرآن الكريم وأريد أن أغير حياتي لأن حياتي في الفلبين ليست جيدة ليس على أكمل وجه وأريد أن أصبح شخصا جيدا غير ما أنا عليه مثل كل الأخوات هنا يا أختي هل ترغبين بقول الشهادة نعم ما شاء الله ما شاء الله أختي هل تؤمنين بإله واحد نعم تؤمنين بإله واحد نعم هل تؤمنين أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نعم إن شاء الله سأقولها بالعربية وأنتي رددي ورائي أشهد أشهد الله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا أبده أبده ورسوله ورسله ما شاء الله ما شاء الله مبروك تكبير 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 أدعو الله أن يدخلك جنة الفدوس يا أختي لقد انضممت إلى عائلة الإسلام وبمجرد دخولك الإسلام فإن ذنوبك السابقة تمحى كاملة وأتمنى أن تكوني مصدر إرشاد لعائلتك للدخول في الإسلام ما شاء الله كانت جلسة رائعة هل يريد أحدا من الإخوة والأخوات الدخول في الإسلام أعتقد أن لدينا عشرة أخوات عشرة أخوات قبل الشهادة هل يريد أحد آخر أن يقبل الإسلام دكتور لدينا أختان هنا تريدان قبول الإسلام ما شاء الله اثنتان ما شاء الله أعتقد أننا سنغير فترة الأسئلة إلى فترة الشهادة ماشاء الله هذه بركة عمان لدينا أختان إضافيتان كم أصبح العدد إثنى عشر نعم إثنى عشر ما شاء الله أهلا بك يا أختي أختي هل يمكنني الحصول على اسمك ومن أي بلد أتيتي أنا ماري جوري من الفلبين والأخت الأخرى مساء الخير للجميع أنا جانيس من الفلبين ما شاء الله لدينا أختان من الفلبين هل تؤمن بوجود إله واحد نعم نؤمن هل تؤمن بأن عيسى ليس إلها نعم إنه ليس إله هل تؤمن بأن محمد هو رسول الله نعم نؤمن هل هناك أي أحد يجبركننا على دخول الإسلام لا هل تقبلون الإسلام بإرادة كن نعم هل هناك أحد يقدم لكن المال لا ما شاء الله سأقولها باللغة العربية وأنتم رددوا ورائي أشهد أشهد الله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسله ما شاء الله تكبير الله تكبير الله تكبير الله ما شاء الله أدعو لكم بالمزيد من الهداية وأن يدخلكم إن شاء الله جنة الفردوس وأهلا بكم في عائلة الإسلام وأتمنى أن تهدوا عائلاتكم إلى الإسلام شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم